أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن التطاول على الدولة وعلى رموزها ليس من قبيل حرية التعبير بل يرتقي إلى مستوى المس بأمنها والضرب لوحدتها وأشار سعيد إلى أن الديمقراطية يجب أن تمارس داخل مؤسسات الدولة ولا يمكن أن تكون موجهة ضد وجودها ووحدتها وخلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلا بودن شدد الرئيس التونسي على أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية عكس ما تتم إشاعته بحسب ما جاء في صفحة الرئاسة التونسية